كشف ادوارد سنودن ان وكالة الامن القومي الامريكية تتنصت على المكالمات وقد ذهل الجميع خرجت الى العلن اجزاء من وثيقة سريات للغاية من وثائق وزارة الدفاع الامريكية رآها العالم باسري وخرجت من واشنطن صرخات غاضبة كان هذا في عام 1971 في خضم حرب بيتنا لقد اظهرت اوراق البنتاجون ان الرؤساء في اربع ادارات وان الجنرالات والمخابرات كانوا جميعا يكذبون حول حرب بيتنام هذه المحاكمة ستطلع الرأي العام الامريكي على نحو لم يكن يعلموه سابقا كيف تم حكمنا خلال الخمسة والعشرين عاما الماضية وماذا فعلت الرقابة والخداع بالديمقراطية ان حادثة ووترغيت قد اخرجت الى العلن قصصا اخرى حول عمل المخابرات المركزية ومكتب التحقيق الفيدرالي FBI لقد توصلوا الى معرفة ان موظفي ال FBI كانوا في مكتب بريد يقومون بفتح الرسائل باستخدام البخار ودون امر قضائي اصبحت الحركة النسائية هدفا للمراقبة السياسية ولقد استخدم الجيش الامريكي اكثر من الف شخص للتجسس داخل الولايات المتحدة كانت CIA ناشطة جدا كانت تعمل داخل البلاد وهو امر يفترض انه من غير المسموح به اما عبر العالم فكانت تعمل على اغتيار زعماء جانب جندة المافيا لقتل فيدل كاسترو بتفجير السجار الذي يدخنه من جهتها كانت وكالة الامن القومي NSA تدير عملية شامروك التي تقضي بالتنصت على جميع الاتصالات الالكترونية القادمة الى الولايات المتحدة والخارجة منها دون امر قضائي كثير من الامريكيين حتى الذين لم يكونوا موضع اتهام او شك باقتراف جرائم لم يتم تجسس عليهم فحسب بل جرى ازعاجهم وتشويه صمعتهم واحيانا ما كانت حياتهم في خطر ايضا في عملية شامروك كانوا يجمعون كل ما اتت به اجهزة الكمبيوتر في نيويورك لارساله الى وكالة الامن القومي للتدقيق في جميع المكالمات كانت صدمة للجميع اما وكالة الامن القومي فوعدت بانها ستوقف عملية شامروك لكنها لم تقم بذلك في 1988 كشف دينكن كامبل ان اجهزة التنصت قد غادرت الارض وعنقت السماء اصبح اسمها هو ايشيلون وقبل ان امتص الجميع الصدمة وقعت احداث الحادي عشر من سبتمبر وتقدم رئيس معتد بنفسه ليقدم للامة وعدا ووعيدا ساقوم بكل ما في وسعي لحماية هذا البلد اتقنت ادارة بوش اقتناص فرصة قل انجاد بها التاريخ واصبحت حياة الجميع حقلا مفتوحا امام الاجهزة وجاء زعيم الفريق بتعريف مريب لما يحدث ان كل ما تقوم به وكالة الامن القومي مشروع وتقوم به بدقة ان كلمة بدقة تعني هنا بكل سرية لا محاكمة ولا اوامر قضائية لا مجال لتدخل جهة تعيق العمل فهم يقومون بامر المشروع واخذت العملية اسما جديدا ريح الشمس بعد احداث الحادي عشر من سبتمبر قررت ادارة بوش انها ليست بحاجة الى مذكرة قضائية او اوامر من المحكمة وانها وببساطة ومن جانب واحد ستقوم بما تريده من الرقابة الالكترونية في 2007 ادعى البرتو جونساليس وهو وزير العدل في حكومة بوش ان ذلك البرنامج قد توقف غير ان احدا لم يصدق ذلك بل ان كلام جونساليس لم يكن يعني شيئا لدى كثيرين بعد ذلك بعام جاء رئيس جديد يحمل توجها مختلفا عن سابقه لقد دعا الى الشفافية في عمل الحكومة وقد استنكر الحرب على العراق واستنكر التكتيكات التي استخدمها بوش بعد 2001 واستنكر الحرب على الارهاب وطريقة ادارتها ويبدو اننا كنا على اعتاب تغيير تغيير حقيقي لقد قدمت هذه الادارة خيارا زائفا بين الحريات التي نعتز بها وبين الامن الذي نعيشه وبإمعان النظر نجد ان مثاليات الرئيس الجديد كانت تدعمها تأكيدات وزير العدل الجديد بان التغيير واقع في البلاد هل لديك شك بان تجيل المكالمات كان غير قانوني؟ ما عبرت عنه من قلق تم التوصل الى حل بشأنه في حقيقة الامر لم يتغير شيء المتغير الوحيد هو اوباما الذي اصبح نسخة عن سابقه بوش كما اظهرنا في الفصل الذي تحدثنا فيه عن اوباما وبوش فقد وصفنا الحرب على الارهاب بانها عصر الارهاب لقد زاد من صلاحياته وسلطاته ووسع صلاحية الرئيس في العام 2012 قام وليان بني وهو المسؤول عن تقنية المخابرات في وكالة الامن القومي قام بالكشف عن ان الوكالة كانت فعلا تتجسس على المواطنين الامريكيين وان كبريات شركات الاتصالات الهاتفية والتليغرافية كانت تتعاون معها هذا غريب جدا ان جوهر ما سيتم الكشف عنه لاحقا في 2013 كان مسجلا ومعروفا بالفعل حدث ذلك دون ضجة غير ان ما اتى به سنودن قد اذهلنا مرة اخرى لقد ذهلت كنت اشك في ذلك منذ زمن ولكن رؤية ذلك وطبعه في وثيقة تقول ان كل مكالمة هاتفية قمنا بها قامت حكومة الولايات المتحدة ووكالة الامن القومي بتسجيلها هو امر مذهل حقا اذهلنا نعم ولكن هل يهتموا الامريكيون بذلك كله برنامج هائل من الرقابة والتجسس على كل من يعيش في الولايات المتحدة والخارج وهناك اعضاء في مجلسي الشيوخ والنواب يحاولون تبرير ذلك كله ان هدف الرقابة هذه المرة هو الارهابيون ان ما يقولونه حول استخدامهم له يبدو معقولا بمعنى انهم يبحثون عن اهداف اجنبية لم يكن الامر كذلك دوما كانت اهداف التجسس منظمات انشقت عن السياسة العامة بطرق مختلفة وهكذا كانت منظمات الحقوق المدنية هدفا لتجسس عليها قالوا بان التجسس كان على الشيوعيين لم تكن الشيوعية هي الهدف وعندما قمنا بدراسة هذا التاريخ الذي لم يكتب ذهبنا الى ما هو ابعد من ذلك كان هناك تخوف من الاصلاح حقا اصبح المدرسون واتحادات العمال والمطالبون بالاصلاح الزراعي اصبح هؤلائهم اعداءنا هل كانت اهداف كل هذا التجسس هم اولئك السيئون ام ان مهمة كريب قد تحولت ضد الاخيار ايضا ان لديهم القدرة الان وقد يكون هناك ادارة مختلفة يوما لقد شهدنا ادارات اساءت استخدام السلطة واليوم ان في حوزتهم كل ما يريدونه من معلومات فما الذي يحدث اذا ارادوا استغلال ذلك ضد مجموعة ما او ضد حي من احياء اية مدينة ان لديهم القدرة على ذلك ما الذي يعنيه ذلك كله هل يعني ان هناك امبراطورية رقابة وتجش السرية تقوم بتجديد نفسها دوما هل هذه هي الطبعة الاخيرة من فضيحة تختلف عن كل الفضايح الاخرى علينا ان نسأل انفسنا اذا كانت عبادة السرية هذه ستجعل العالم اكثر امنا ام اكثر خطورة وكيف يتم تمويلها وادارتها ان المبالغ التي تنفيقها الولايات المتحدة على المخابرات تعتبر سرية في العادة ويجري اخفاء تلك المبالغ في بنود غريبة تحت مسميات غامضة تقدر بعض الاوساط ان ميزانية هذا النظام الاختبوطي المعقد تتراوح بين 80 الى 100 بليون دولار انما يدعوه الامريكيون بالمخابرات هي عدة مجموعات مختلفة وتنظيمات منتقاء ودوما هناك ثروات يمكن جمعها ثم جاءت هجمات 11 من سبتمبر 2001 وازدادت ميزانية المخابرات زيادا هائلا على مدى 4 و5 سنوات وبدلا من ان تقوم تلك الاجهزة ببناء كوادر مخابراتية وتحليلية تجهت الى توظيف عدد من المتعاقدين بعد 11 من سبتمبر دفع الكونغرس الاموال بدون حساب وقدم الشكات مفتوحة لعالم المخابرات لكنهم لم يريدوا تضخم الحكومة البيروقراطية وانتهوا الى انفاق الاموال على المتعاقدين لقد اتوا بنشاط جديد يعتمد على الحكومة وكان انفاقه منذ 11 سبتمبر 2011 في حدود تريليون دولار سيعملون على حشد مؤيدين يكافحون للحفاظ على استمرار تلك الانشطة والحصول على المزيد منها انهم يقومون باعمال اللوبي وربما كانوا ايضا يقدمون الاموال في الحملات الانتخابية ان الكونغرس الذي من مهامه الرقابة لن يقوم برقابة مشددة ان للمال اثره الكبير فهو يجعل الناس تفكر بطرق مختلفة كان سنودن يريد العمل في شركة بوز ألن كي يقوم بجمع الأدلة على الرقابة التي تقوم بها وكالة الامن القومي لقد اختار العمل مع شركة متعاقدين كي يقوم بجمع المواد التي يريد نشرها على المال في اكبر شركة في قضايا المخابرات في العالم ان بوز ألن وهاميلتون هي اكبر شركة من المتعاقدين في قضايا المخابرات في العالم يا إلهي إنه موقع رائع للعمل أفكار رائحة وقضايا كبيرة وكلها قائمة على ابتكارات عظيمة تأتي بعوائد ضخمة كانت قد بدأت العمل في العام 1914 كشركة استشارات وفي العام 1942 بدأت في تركيز على التعاقدات مع الحكومة أما مفتاح سر النجاح في دنيا الجواسيس وتوظيفهم فهو ما يسمى في هذه العوالم بسياسة الباب الدوار حيث بإمكانك أن تخرج لكن فقط لتعود ثانية من الباب ذاته خذ على سبيل المثال مايلز كوبلاند لقد فشل في دراسته الجامعية وعمل عازفا لموسيقى الجاز وهو أحد مؤسسي وكالة المخابرات المركزية كان حاضرا في عملية أجاكس التي أطاحت بالحكومة المنتخبة ديمقراطيا في إيران وذلك من أجل الإبقاء على النفط الإيراني في أهدي شركة بريتش بيتروليوم بعد ذلك انضم كوبلاند إلى بوز ألين وهاملتون وبعد عامين عاد إلى المخابرات المركزية الجمع بين هذين المناصب كتب في مذكراته إنه ساعد في المخابرات المصرية في الخمسينيات وأوصل عقيدا سوريا مواليا لأمريكا إلى رئاسة الحكومة السورية يجب عليهم أن يدركوا منافع الثقة من الأطراف فعمل الثقة هذا هو المطلوب للحصول على المعلومات عمل كونيل مديرا للوكالة ثم انتغل إلى بوز ثم عاد للمخابرات ثم إلى بوز مرة أخرى أحد مصادر المفضلة يصف كل ذلك بأنه نظام مغلق تحتاج فيه لتصريح رسمي للحصول على المعلومات حول ما سيتم طرحه كي تشتريه وتعطيه للحكومة إن بعض ما نعمل في الكونغرس يعملون في تلك الشركات الأمنية ويعرفون بعضهم بعضا كانت بوز ألن وهملتون شركة خاصة تشبه مكتب محامات كبيرا وديره مالكو حتى عام 2008 عندما اشترتها مجموعة كارلاير التي هي إحدى بؤر المال والارتباطات الحكومية مرحبا بكم وشكرا على انضمامكم نريد أن نطلعكم على مجموعة كارلاير ومستجداتها أما فرع الشركة فقد تم تحويله إلى التركيز على عقد الصفقات مع الحكومة إن استثمارات مجموعة كارلاير التي كانت تقدر بـ 910 ملايين دولار فتصل اليوم إلى 3 بلايين دولار عندما تملك العالم سيكون جمع الأموال سهلا عليك إن عائدات بوز ألن وهملتون اليوم تقرب من 6 بلايين دولار ويعمل فيها 25 ألف موظف عشرة ألاف من أهل الثقة يتعاملون مع قضايا حكومية أعمال مربحة جدا عندما يأتي شخص مثل ماك كونيل ويقول إن هناك حربا إلكترونية وأن خمسة هجمات قد حدثت وموضوها من الأسرار فأعطونا بليون آخر لمكافحة كل ذلك فهذا الدعاء لا يمكن التأكد من صحته إنها من الأعمال المربحة في هذه البلاد وفي كل مكان في العالم وستمتد هذه الأعمال وتتوسع إلى ما لا نهاية إن الشركات الأمريكية الكبرى في عالم التصدير هي من أمثال كوكاكولا ومايكروسوفت وليفايس وأبل وعليك توقع أن يقوم المتعاقدون في القطاع الخاص بإدخال الرقابة إلى الحكومة من جيرانك إن المهمة الأساسية لعمل المخابرات هي الحصول على المعلومات الدقيقة حول العالم ومن هو الصديق ومن هو العدو ومن يريد السلام ومن يريد الحرب وكيف سيكونوا عليه حالهم في ذلك كله لقد مرت على المخابرات الأمريكية ظروف صعبة منذ العام 2001 أربكتهم حادث الحادي عشر من سبتمبر ودخلوا في إسطورة أن لدى العراق أسلحة دمار شامل ولم يصلوا إلى بلاد إلا بعد عشر سنوات أساءوا فهم حربين وأخطاء الحكم عليهما تماما مثلما أساءوا فهم المطلوب من احتلال بلدين وكيفية إدارة شؤونهما هل كانت مجرد ظروف صعبة أم أن المخابرات دوما تقعوا في الأعمال الخرقاء؟ منذ الحرب العالمية الثانية أنفقت الولايات المتحدة أموالا طائلة على المخابرات وعلى محاولات فك الغاز أسرار العالم كانت تلك العمليات محاطة دوما بسرية لكن هل كان ذلك الاستثمار مجديا؟ توقعوا أن الروس سينتجون القنبلة الذرية وذلك بعد أربع سنوات من إنتاجهم لها فعليا لم يتوقعوا غزو كوريا الشمالية لجارتها الجنوبية وكانوا متأكدي من أن الصين لن تدعم كوريا الشمالية اعتقدوا أن باستطاعتهم الإطاحة بفيد الكاسترو ولم يتوقع انقلاب لون نون في كمبوديا ولا انقلاب العسكر في اليونان ولا احتلال الأتراك لقبرص ولا حرب أكتوبر عام 73 لم يتوقعوا أن يقوم الروس بغزو أفغانستان ولا قرارهم بالانسحاب منها ولم يتوقعوا أبدا ما سيحدث بعد ذلك من ظهور وصعود حركة طالبان لم يتوقعوا سقوط الشاه ولا صعود الخميني وعودة الدين كقوة سياسية ولم يتوقعوا سقوط الاتحاد السوفيتي يتهكم البعض فيقول كانت الولايات المتحدة ستبدو في وضع أفضل لو استشارت ذلك العرافة الغجري أو لو ضربت بالوداع لمعرفة المستقبل أما الجانب الآخر من عمل المخابرات فهو شبيه بأفلام المغامرات السينمائية يعلم الجميع بتفاصيل عملية قتل بن لادن تم تشكيل قيادة العمليات الخاصة المشتركة عام 1980 كانت فكرة قيادة العمليات الخاصة المشتركة أنها ستكون فريقا نخبويا شبيهة بقوات دلتا وفرقة القوات الخاصة رينجرز 75 وطيارين نخبة في القوات المسلحة الأمريكية وبعد الحد عشر من سبتمبر نظر ريتشارد شيني ودونالد رومسفيلد إلى قيادة العمليات الخاصة المشاركة ليس كوسيلة يمكن استخدامها لاستياض أهداف حول العالم بل كسياسة قائمة بذاتها تعتمد القتل وعلى مدى ثماني سنوات هي عهد بوش كانت هذه وكانها تقوم بأعمال القتل فقط في أيام الحرب الباردة كان عملاء أوليات المتحدة يجبون العالم وأحيانا ما فشلوا فشلا ذريعا كانت هناك نجاحات كثيرة حيث تآمروا ودعموا انقلابات وأسقطوا حكومات واستبدلوها بأنظمة أكثر قبولا لديهم لقد بدأوا بالتدخل في بلدان العالم الثالث في كواتيمالا وإيرانا وأندونيسيا وكوبا في جميع البلدان التي كانت تقوم بإصلاحات وكانت مفاهيمهم أنهم لا يريدون الإصلاحات يريدون الإصلاح على الطريقة الأمريكية الرأسمالية حيث نملك نحن الموارد الطبيعية وأن تستطيع الشركة الأمريكية امتلاك تلك البلدان أو استغلالها وتستمر القائمة علينا هنا أن نقدم مفهوم التداعيات غير المتوقعة لقد تخلصنا من نظام يسارين تقدمين كان يعلم النساء القراءة والكتابة وأن يفكرنا أيضا وكنا يحرزنا تقدما في ظل الشيوعية السوفيتية ووضعنا مكانه أولئك الأصوليين المجانين كنا نريدهم أن يدمر الشيوعية وقد أتينا بأسامة بن لادن الذي عامل لحسابنا فترة إن هذا من النتائج غير المتوقعة لتدخلات مخابراتنا في الشرق الأوسط وتصرفاتنا في أفغانستان كنا نريد الأصوليين لقد توقفت الديمقراطية في إيران عام 1953 وحلت الأوتوقراطية والاستبداد محلها ثم جاء حكم رجال الدين وفي فيتنام كان الرؤساء الذين جاءوا بعد الدييم أكثر فسادا وأقل قدرة منه أيضا واستولى الخمير الحمر على كمبوديا وواصل من بوتو إلى السلطة في الكونغو وهو ديكتاتور متهم بالفساد والقتل والإجرام وفي جواتيما لا ساد حكم العسكر لأربعين عاما وكان المشهد يعج بما عرف بفرق القتل أما حملة التطهير للضشيوعية في إندونيسيا فقد راح ضحيتها نصف مليون من المدنيين وفي تشيلي استولى بنت شعر السلطة ووضع خمسة وعشرين ألفا في السجون لأسباب سياسية لقد تضعفت تلك الهجمات بالطائرات بدون طيار ثلاث مرات وازداد عدد الإرهابيين بعد ألفين وواحد وكان على قائمة الإرهاب نحو خمسين إسما أما الآن فهم بالألاف لأنك تبدأ بالقتل عندما تقدم حلولا عسكرية لأي مشكلة حان الوقت كي تتوقف هذه البلاد عن منح صفة الأبطال لأولئك الذين يسرقون أسرار البلاد وينشروها في الصحف إنه لأمر محزن لقد جعلنا من الخيانة أمرا مقبولا خيانة البلاد أصبحت نوعا من تصريحات الموضة إن الخيانة كما هي في حال كل من برادلي مانينغ وإدوارد سنودن تستحق العودة إلى فرض عقوبة الإعدام إذا أخذنا بعين الاعتبار أخطاء المخابرات وكلفتها جميعا سيذهب إلى ظن كأن الأمريكيين غاضبون على جواسيسهم وأنهم مرتاحون لما ينشر عن أخطائهم وعندما تثير الحقيقة كل هذا الغضب فإن ذلك يدل على خلل نفسي وعاطفي ونحن لا نتوقع من أمثال ريتشارد نيكسون والكولونال بيترز أن يستعين بطبيب نفسي قد يكون عونا لهم في هذه الحال لذا فقد قمنا بذلك نيابة عنهم نحن نلاحق الرسول دوما لأننا لا نريد التفكير في فحو الرسالة التي يقدمها لنا فلا نريد لها أن تزعجنا ولا أن نفكر في فحو ديمقراطيتنا إن الذين يعيشون في خوف دائم سيحدون من تصرفاتهم ولي يقدروا على التحدث وطرح أفكارهم على المدى الطويل وليكونوا قادرين على إصدار أحكام وأراء تستند إلى حقائق ومعلومات وسينتهون إلى قبول ما يقوله لهم من هم في السلطة وفي اعتقاد ما يريدون لهم أن يعتقدوا إن السرية باسم الأمن القومي هي دعوة إلى ممارسة الكذب وهذه دعوة يتم قبولها باستمرار فالناس يكذبون من أجل المال والترقية ولتغطية أخطائهم ومن أجل أجنداتهم السياسية والعملاء يكذبون على رؤسائهم ويكذب هؤلاء على رؤسائهم ويكذب الوزير على رئيس الجمهورية ويكذب الرئيس علينا والمشكلة هي أن الأسرار ابتزازا لا يمكن فتحه أو تحديه في النهاية فإن أخطاء المخابرات الأمريكية ليست مجرد حظ عاثر إنها النتائج الحتمية لثقافة تقوم على السرية والسرية في عمل الحكومة تؤدي عادة إلى نتائج عكسية فهي تضر على المدى الطويل بالعملية الديمقراطية وبالأمن القومي يمكن للنخاش المفتوح نواجه السرية بدون تعريض الأمن للخطر بينما تقدم أماكن أقل عددا لغير المؤهلين وغير الأكفاء لكي يختبئوا وراءه وهكذا عندما يعلن الأيديولوجيون عليك أن تثق بنا لأننا نعرف أشياء أنت لا تعرفها فالثقة هي شيء عليهم أولا أن يكسبوه